موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متابعي قناة اندروي الثمانية عشر مقطع اليوم سيكون عن لعبة ايباك سليشين لكن سنتحدث عن لعبة اود موبايل لماذا؟ لأن هذه الأضافة موجودة في ايباك سليشيند ولو انها نسخة تجريبية وليس موجودة من زمان في النسخة كود فنتمنى بإضافة وصدقوني في هذا المقطع لكن قبل ذلك لدينا شخصية جدا فخمة من افضل الشخصيات عندي سنجربها بالإضافة سنعطيكم تفاصيل هذا المقطع بإذن الله بإذن الله ستستمتعون وأتمنى من صميم القلب أن لا تبخلوا بلايكاتكم وأشكركم جزيل الشكر دوما وأبدا على دعمكم الرهيب والمتواصل لأن لايكاتكم هي الحافز الواحد اللي يخليني أستمر هذا الشخصية يا شباب جدا رهيبة صدقوني أنه جدا رهيبين أخذت العملات هذه بأساس أني بس أشحنها وأجربها لأنه من زمان حبيت أني ألعب بها الشخصية اللي هي ريد أوكي طب إني لا راح نجربها في هذا الفيديو بصراحة والله شخصية رهيبة فيما يخصت ركض اللاعبين يا شباب يعني شدت بعض التعليقات ركض اللاعبين هون يعني كل لاعب وعنده مميزاته أوكي فيه شخصيات أيضا اشتريتها زي ما طاهم لكن ما فتحتها الحين أكتين أوكي حصلتها وهذا الشخصية أيضا جدا رهيبة فيه شخصيات بصيغة اللي جندري وبصيغة اللي إي بي يعني شخصيات على حسب اللون وحسب العملة الحين مفتح بس هذول الشخصيات أوكي لكن بس راح نختار أيوا يا أخي والله رهيبة هات حتى هات سكين والله زين بس حبيت الأبيض أوكي فبقيدنا راح نلعب بالأبيض يلا نختاروا زين يلا بيبأي هنا ندخل ونشوف الشخصية رهيبة رهيبة صدقوني رهيبة يلا لحنا نستمتع يلا يجبيني هتصنعتي تأخذ رجوعات إلى على إفااز ياب مرحباً مرحباً اقوم بسرعة مرحباً 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 فالضل مرحباً 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متابعي قناة اندروي 18 وكيشان صورت بعض المقاطع كان فيها أنه صورت التفنيش لأنه راح يكون هو صوع لكن استمتعه راح نشوف مقطع جدا رايح يلا راح نلعب الحين نلعب منظور الشخص الأول بسيارة بنحصل الجيم والله تعفين صدقوني والله انضعرت كثير من رأس مش عارف يا أخي وولله يلعبون مالذين بصراحة وليت من المشافة أولا قطعوا المنظر بسيارة أولا قطعوا البركات وطرقوا اللعب والله راهيبة شخصي هذين والله راهيبة ممكن شارك معكم اللقاطات صورتها منظور الشخص الثالث والله التفنيش يشافه بصراحة يعني افضل اضافة اتمنى لتنضافي لعبة كود قود موبايل هي محتوانة ستكون هناك إزدواجية بين النشر على Apex Legend بالإضافة إلى قود موبايل أتمنى دعمكم بصراحة أيضا تكون لكم فكرة حتى لما تنزل النسخة بإذن الله جوجل بلاي نكون عندنا فكرة ونصور مقاطع ونستمتع بها ونشرها على القناة حتى كلنا نستمتع بإذن الله يا حتى حتى من أجل ماتنع يجب الإجراء ولكن أفعل م maturity يجب الإجراء انت المحيين بإعادة أفعل نفسي مثل الجعب واستطيع أن يجب السائل تقريبا لك مفتاح تقريبا لك تقريبا لك تقريبا لك تقريبا لك اتفنش 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 هل سأشارك معكم كل الشخصيات و الفينشات بيهم أرى شخص أحد هنا أخذ حسنًا أرى شخص أحد هنا أجل تقوم بالفينش تقام بالفينش أرى شخص أحد هنا شخص أحد سترى شخص أحد اذهب إلى فايز لا يوجد هنا تساعد الوحيد تساعد الوحيداتي كاريته 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 اذهب الى هنا اذهب الى هنا انهم اشتركي انا اخذ الى اشترك 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 قمت بأصدار سأذهب قمت بأسرار أتجد أنت قمت بأصدار قمت بأسرار نحن نذهب لقد أريد أن يرى شخص هنا قمت بأسرار قمت بأسرار أحسنتي هنا تنزل أحسنتي أحسنتي تحسنتي انتبه 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 لدي احسن بأيين قد يسعني بارل ستابليزر هنا أفتيك هنا فينيكس لا يستطيع هنا لا يستطيع الهاتف نحن نتحرك سأذهب إلى فايز أتمنى أن نرى شخص هنا 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 لا يستطيع الهاتف شخص يستطيع الهاتف أردت شخص هنا المشاكل قمت جميل المساكل أردت شخص هنا يمكنني أخورج امتلك اضعوا 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 رجعوا session اضعوا 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 المنزل المنزل يتحرك فونيكس هنا انه يظل لواحد والله من سبس و ربي الكعبة رهيبة و ربي الكعبة اللعبة رهيبة هذا أفضل شيء أتمنى أنه يصير بقود حينها خلاص أما الحين صدقوني أنه أباكس رجاند موبايل وعندها كلمتها صدقوني أنه عندها كلمتها يعنه قود موبايل المجتمع العربي المجتمع حال الحين لسه مزال ضعيف فأنا أتمنى أنه بما أني أشرع للإتنين سويا شباب أعطونا لايكاتكم أتمنى أنكم بس أوكي لعبي لسهاته بوط شوي باللعبة يعني قاعدين نتدرب و غير و نفيدكم بعلومات ممكن تفيدكم بالأيام الجاية لما تنزل بإذن الله تراجعون الملقات و رح تفيدكم أعطونا رأيكم في الشخصية ونتظروني بإذن الله في الحلقة القادمة بحول الله يالله لايكاتكم وبس سلام شكرا